موسيقى مساء الخير وهلأ رئيس جديد مصطفى أديب اسم خرج من الحقيبة الدبلوماسية اتفق حوله تيار المستقبل رؤساء الحكومات السابقون استخرجه نجيب ميقاتي وبشر به فؤاد السانيورة ووافق عليه الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وحظي الرجل بحصانة فرنسية على ما يبدو لكن الأبعد من الاسم ما هو المحتوى وبرنامج العمل والوزراء فنحن كلبنانيين لا طاقة لدينا للانتظار ولدى الرأي العام ألف سؤال وسؤال ماذا عن مدخراتهم ماذا عن حياتهم عن هجرتهم عن الإصلاحات الموعودة عن مدارسهم وما هي نتائج التحقيق في أخطر تفجير نووي يتعرضون له وهلأ شو لهذه الليلة نستعرض من خلالها هذه المواضيع بداية مع الصحفي ردوان مرتضة للحديث عن آخر التحقيقات والمعلومات التي لها علاقة بتفجير المرفأ أيضا استقبل وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب ليتحدث عن ملفات وعنوين لها علاقة بوزارة التربية ودهليز وزارة التربية عبر سكايب ينضم إلينا الباحث والكاتب اللبناني المقيم في العاصمة الفرنسية بهجة رزق للحديث عن زيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون غدا ولمناسبة استهلال هذه الزيارة بزيارة السيدة فيروز في منزلها في الرابي هناك تحية من خلال تقرير مفصل أو وثائق قصير يختصر علاقة فيروز وباريس مباشرة أبدأ مع ردوان مرتضة ماسي الخير استاذ ردوان ماسي النور أهلا وسهلا فيك استمعنا إلى فخامة رئيس الجمهورية في كلمته المتلفزة وحواره مع الزميد ريكاردو كرم لما سألوا عن موضوع بما أنه حديثنا عن تفجير المرفأ لما سألوا عن موضوع التحقيقات بتفجير المرفأ قال أنه ما يعرف لأنه انطلاقا من أنه القضاء سلطة بستقلة وأنه رئيس الجمهورية مش بالضرورة يكون مطلع على سير التحقيقات يعني طلعت حضرة جنابك عارف أكتر من رئيس الجمهورية بهالملف بكل دول العالم في صحفيين متخصصين سواء بالملفات الأمنية أو بالملفات القضائية وقت لي أنت تكون إلك 15 سنة أو أكتر عم تشتغل بنفس الملف تلقائيا تكون أنت قادر توصل للمعلومة علما أنه فكرة بلبنان أو بغير لبنان يعني فيه تحقيقات كنا عم تشوفها بكل دول العالم بيكون فيه ملف ينشر تسريبات من التحقيقات اللي عم بتكون ما هي شغلة الصحافة يقدر يجيب هذه المعلومة والرأي العام عم بتفتش على هذه المعلومة والرأي العام لو ما هذا الصحافة أو لو ما هذه التسريبات فعليا ما بيكون عارف شو اللي عم بصير بأروقة أو دهليزة تحقيق يعني مننطر إخر شيء وهي طبعا بتساعد على حسن سير التحقيق لما بيكون فيه يمكن مراءبة من الرأي العام أو لما بيكون الرأي العام على اطلاع أو لما بتكون الصحافة مثل أنه عينة على هذا التحقيق يمكن بتكون لأجهزة المولجة بهذا التحقيق أكتر بتكون حريصة على الوصول إلى الدقة في الموضوع خلينا نبدأ معك مباشرة بمقالك بالأمس بجريطة الأخبار نقلت عن مصادر أمنية وقضائية الاشتباه بارتباط أحد الحددين يلي كانوا عم بلحموا هن ثلاث حددين كانوا عن ارتباط أحدهم بتنظيم متطرف شو الجديد بهالتحقيقات؟ وين صارت هالقصة؟ هل في معلومات جديدة تكونت؟ أول شيء على خلفية نشر هذه المعلومة واللي هي أنا أبأكد أنه هي معلومة موجودة بالتحقيقات وحتى فيه استنابة من المحقق العدلة للشرطة العسكرية للتوسع بالتحقيق مع هذا الحدد ثار فيه زوبعة من ردود الفعل تحت عنوان أبو عدس جديد يعني أبو عدس المرفأ بالضبط وين حكى أنه الملف يروح على مطرح تاني بدي وضح شيء بهذا بس بدي أحكي لك أول شيء عن القصة للي ما عرف دائما بالتحيات بيكون فيه فرضيات بيكون فيه أكتر من فرضية هي فرضية أنه هل هيدا التحقيق؟ هل هيدا التفزير قامت في إسرائيل هل هيدا التفزير نتيجة عمل إرهابي؟ هل هيدا التفزير بصاروخ؟ قصف طيران عبو انفجرت بقلب المرفأ؟ شو هو؟ بتبلش فرضية ورا فرضية بتصير تسقط المعطيات الأولية سواء الأف بي آي أو المحققين الفرنسيين لهلأ جزموا للبنانيين أنه ما فيه هجوم بصاروخ ما فيه طيارة قصفت ما فيه انفجار صار من الداخل حكيوا عن حريق وهيدا الحريق هو اللي تسبب بهيدا التفزير البحث هلأ يعني كل الكلام حول أنه سمعنا طيران وسمعنا صاروخ وستمعنا مدرشوه التحقيقات أثبتت أنه لا يوجد صحف أو صاروخ أو اعتداء من طيران أو من صاروخ بالضبط يوجد حريق صحيح ولكن لحد هلأ هيدا لا يلغي فرضية أو يبرق إسرائيل لأنه بعد إسرائيل حاضرة بكل لحظة لأنه ممكن تكون عرفت أنه في عندك نتراج هو كان هيدا الشيء مفتعل لهلأ قلت لك فيه حريق البحث هو هل هذا الحريق مفتعل أم هو ناتج بالصدفة أو فيه احتكاك كهربائي أدى لهذا الحريق وهيدا بعد ما تبين خيوط معين حد هلأ ما تبين ولكن المعلومة اللي أنا حكيت فيها اللي هي أنه فيه استنابة من العدل فادي صوان للتوسع بالتحقيق معه لهذا الحداد وفيه توصي من فرع المعلومات أنه بالاستضاح لهذا الحداد حول عدة نقاط تتبين التالي أولا أنه هو ما أنه حداد بالأصل أنه هو تعلم لحدها دي عبر اليوتيوب هذه معلومة هاي بتتوقف عنده اثنان أنه هو على المواقع اللي كان يزورها هي مواقع مرتبطة بتنظيمات متشددة كمان هاي دي بتتوقف عنده ثلاثة أنه هو كان عامل بحث عن المرفق عن مرفق بيروت عن حسنق رايتم مدير المرفق ولكن كمان بتحقيق بيّن شيء تالي اللي هو أنه هو رفقه مع هولي الحدادين اتنين اللي هني أصلا بيشتغلوا معه لشبلة اللي هو المتعهد اللي أخذ ورشة إصلاح العمبر رقم 12 فممكن أنه لحتى يأمنوا له شغل قالوا له فات اتعلم هيدا الحدادي عم يقول أنا هيا فرضية من ضمن الفرضية ممكن يكون هاك ممكن يكون هو أصدا تعلم الحدادي أونلاي لحتى يفوت لحتى يدبروا له من خلاله يفوت على المرفق ولكن كلها فرضية صحيح ولكن هيدا موجودة بقلب التحقيق وفي مجموعة هبل عملوا حملة العلاقة بأنه هلأ بلش الملف عم يروح على مطرح تاني وعم يلزقوها بداعش أو عم يلزقوها بتنظيمات متطرفة فكرة اللي بدي أقولها تحديدا بهذه النقطة حتى لو تبين أنه تنظيم متطرف أو تبين أنه إسرائيل اللي عملت هيدا الهجوم أو تبين أنه أي انفجار بالداخل صار بهيدا هيدا مبيع فيه كل المسؤولين اللي يتعاقبوا على المرفأ من 2013 إلى 2020 من المسؤولية لأنه هذا شيء منفصل عن هذا الموضوع إبقاء المادة المتفجرة على رصيف المرفأ صح إبقاء قنبلة هني أوجدوا عبوي موجودة طول الوقت بأي لحظة كانت ممكن تنفيذها بس هنا ردوان لما الناس بتقول عن أبو عدس يعني كمان ما بدك تجلد الناس لأن الناس فقدوا الثقة بمصدقية دولتهم وبمصدقية أجهزتهم وبمصدقية قضاءهم يعني ممكن الناس يفكروا أنه عم يعملوننا فيلم مثل فيلم أبو عدس يعني مبرر تفكير الناس بهالإطار لا هو هي إنساء الموضوع بطريقة تانية بهجوم شخصي عليك بهجوم شخصي نقال أنه جريدة الأخبار هي عم تخترع هذه القصة لحتى يجسوا نبض العالم أنه إذا كبّيناها على الإسلاميين وبرقنا حزب الله لأنه في مستوضع سلاح بقلب المرفأ هو اللي فجر أنه هذا العم بره هذه صفة أنه تسييس تسييس هذا الملف لإضاءة الحقيقة يعني فيه تسييس للرأي يعني فيه آراء مسيسة تقول هيك فيه آراء تانية تقول العكسين هذا جزء من الإنقسام السياسي الحاد عند الناس للأسف ولكن هو لا يخفى على أحد أنه العدو الأول لحزب الله من وقت لا يتأسس لهلأ أمريك أمريكا وإسرائيل أمريكا هي الراعي لأمريكا هي الشيطان الأكبر بالنسبة لحزب الله فوقت لي يأتي محققين من الأف بي آي ويقولوا أنه ما فيه مغزن سلاح جوا بقلب المرف بالقلب العنبر ويحكوا عن نيترات الأمونيوم وهي دي فتلقائيا يعني أقل له أنه أنا بالبديهة يفترض أفهم بهذا الموضوع أنه لا أنه ليه بد يكون أنا عمسيس يعني حتى هي بتبين لاحقا وقت ليه أكيد هل صحيح أنك أنت بدك ترفع دعوة يعني أنه كيف بدك لا أنا فيه دعاء فيه كلفت المحامي يقوم بأي فيه مجموعة أشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي موجودين حدثت من هني وكلفتوا أنه يقيم دعوي عليهم لأنه فيه شيء له علاقة بالمسب المصدقي والدعاء أخبار غير صحيحة والتشهير وكذب وافتراء فأنا قلت خليني يأخذون على القضاء ما نحنا نحنا كل الشيء اللي عم نعملوا بهذا الموضوع أنا بتابع ملف القضاء من 15 سنة إلى اليوم أنا أكثر واحد بيجي بقول أنه تعاون ابني قضاء تعاون ابني دولة مثل الخلق أنه تعاون للدولة مش للشركة هني بدون العبور للشركة وهني بدون أنه إذا كان شيء خاصهم فيه ما بيقربوا فأنا قلت خليني أخذهم للقضاء هل هني تابعين لأقراف سياسية صحيح أكيد مثلا فيه طيار مستقبل فيه طيار وطني حر فيه أشخاص أصحاب مصلحة اللي علاقة بتصفية حسابات سابقة نتيجة ملفات قديمة العلاقة بقصص كنت كاتب عنها فبيقوموا بفكرة أنه يعني أنا اللي عم أكده هون أنه أنا اللي عم بنشره هو معلومة هيدا المعلومة مستقاتة من التحقيق وهيدا التحقيق هيدا بيبين لاحقا لأنه هيدا المحاضر كلها ترح ترجع تنشر وما في شيء ما في حقيقة بلبنان بتغيب علما أنه العنوان الأكبر هو أنه لا حقيقة لأنه كل واحد بده حقيقة بخيط على إياسه من جهته هل في خروقات عم تحصل بهالتحقيق هل في لحد هلأ تدخلات سياسية عم بتصير حسب المعطيات والمعلومات المتوافرة لديك في فضيحة ايه فضيحة في فضيحة صارت خلال الأيام اللي قطعت هي أنه رئيس مكتب أمن المرفق بمخابرات الجيش العميد أنتوان سلوم اللي هو مدعى عليه بهذا الملف وهلأ بقول لك كمان شو عامل بينزل على مسرح الجريمة على المرفق أول شيء عرفت أنا من خلصين جمهوريكيين أنه عم يتصل معهم عم بقلهم أنه أنا بعدني عم تابع شغلي طبيعي وبينزل على مسرح الجريمة اللي هو المرفق مرتان فكيف القضاء وكيف الأجهزة الأمنية بتسمح لشخص مدعى عليه وهو مسؤول أحد المسؤولين الأوائل بهذا الملف أنه ينزل على مسرح الجريمة كيف نحن ما نتأكد أنه هو ممكن يتلاعب بأدلة كيف فينا ما نتأكد أنه هو ممكن يأثر على أشخاص ممكن يأثر هو شو عم ينزل يعمل يعني حسب معلوماتك أنه عم ينزل بتيعمل شو لا يفرج أنه ما دخلوا بالموضوع يعني عم يتعاطى بأي مع أي ناس عم يتعاطى مع الأشخاص اللي عم يكونوا على الأرض سواء من قوى أمنية أو من مخابرات جيش أو أفراد موجودين عم يكونوا بمسرح الجريمة الفكرة بقلب محاضر التحقيق بيأتي الضابط من أمن الدولي جوزاف النداف بيروح بيبلغ وقت توفرت هذه المعطيات بيروح بيبلغ لرئيس مكتب أمن المرفق اللي هو مسؤول عن أمن المرفق اللي هو العميد أنطوان سلوم بيخبره أنه في مواد ممكن تنفجر وممكن هذه تزهق أرواح وهذه كتير خطرة ولازم تنشال فشو بيقل له سلوم بيقل له أنه أنا ما دخل مش صلاحيتي وما دخلني خابر مفوض الحكومي بيتر جرمانوس والوقت والأسوأ هي دايما بيقوله أنه وقت اللي خابر جوزاف النداف هذا الضابط اللي كان مستلم جديد من أمن الدولي بقلب المرفق بيقل له مش صلاحيتي ما عندي صلاحيتي بهذا الملف مفوض الحكومي لدى المحكمة العسكرية الفكرة اللي أنا عم أقوله هذه بدا تحقيق هو مدع عليهم هو ممنوع يفوتوا على المرفق هو مفروض يكونوا موقفين أصلا مش مفروض يكونوا متروكين هن قادة الأجهزة الأمنية اللي كانت مستلمة أمن المرفق يفترض يكونوا هلأ خلف القطبان على الأقل هنه هلأ مشتبه فيهم مشتبه فيهم بالإهمال وبالاستثار مين اللي لازم يوضع حد لهذه التصرفات المحقق العدل اللي هو ملك هذا الملو محقق العدل هو الأمر التي يقوم بها العقيد سلوم أو غيره ربما أدعي لفتح تحقيق واستدعاءه للعميد سلوم لسؤاله عن سبب نزوله لمسرح الجريمة نعم فيه تدخلات سياسية عم بتصير من أطراف أو من جهات سياسية هو كان السؤال لحرف التحقيق أو للضغط وقتل أنت تشوف مسار التحقيق وتشوف كل الإفادات وتشوف حتى المراسلات يعني بقلب التحقيقات بتلاقي فيه مراسلات كتير مبعتت لكل الوزارات مبعتت مراسلات لوزارة المالية نطلب أنه كل المراسلات اللي عملت بهذا الملف من 2013 إلى ما قبل التفزير لازم تنجاب مبعت لغير وزارة المالية ووزارة الأشغال ووزارة العدل الفكرة بهذه التحقيقات أنت بتلاقي فيه حجم استهتار يعني فيه مطرح من المطارح بتلاقي مراسلات بين وزارة الأشغال أحد وزراء الأشغال وهيئة القضايا عم يطلبوا هي غرقة السفينة بـ 2018 2018 غرقة السفينة فصاروا عم يجربوا يبيعوا حطامة لهذه السفينة عم يطلبوا بدون يكلفوا خبير يدفعوا له 700 ألف ليرة لحتى يكشف عليها لهذه السفينة لحتى تبايع لاحقا بالمزاد بتلاقي كمية الأخذ والرد بين هيئة القضايا وهون المسؤولية الكبرى اللي هي خافية هلأ ما عم يطلع أسماء كثير بالأعلام هيئة القضايا تتحمل المسؤولية الكبرى لا لك فيه أكثر من مرة عم بيطالبوا عم بيكرروا فيها طلب غير بيع المواد اللي هي مواد خطرة وممكن تشكل خطر على أرواح الناس ومكتوب كتاب فيه أكثر من 6-7 كتب مبوطة لهيئة القضايا ولا مرة ردت هيئة القضايا غرقة السفينة رجعوا ورسلوها قالوا له فيه مواد انشالت عنها لحتى ما تغرق وعنها وكمان ما ردت هيئة القضايا فيه كتاب مثلا مرسل لهيئة القضايا من فينيانوس من يوسف فينيانوس وزير الأشغال مؤرخ بخمسة آذار 2018 بيطلب فيه بيع النترات بالمزاد أو إعادة تصديرة ودايما بكل الكتب كان عم ينحط بشكل فوري هاي العبارة كانت عم تورد دايما بشكل فوري بيتبين أو حتى بينقال انه مثلا الوكيل البحري انه هيدا الباخرة مصلحها الوكيل البحري لانه ما كانوا عم يتفعولوا وصحاب السفينة وفيه محضر تنفيذي مثلا بينقال انه هيدا النترات تفرغت وانحطت بشهر 11 حتى مثلا فيه نقطة هون انه رئيس الميناء محمد المولى اللي هو الحارس القضائي على هيدا البضاعة بيجي بيقلهم انه بيقولوله انه اي ناقص بيصير لبيه هيدا البضاعة اللي نزلت انت بتتحمله فبيقوم بيقلهم انه العنابر هي تحت مسؤولية الجمارك وادارة استثمار المرفأ الفكرة اللي انا عم قولة انه فيه مثلا فيه هون نقطة مثلا وقت اللي نقال انه رئيس المرفأ اللي هو حسن قريتم بيقلهم فيه كتاب مرسل من حسن قريتم لمديرية النقل البر والبحري بيقلهم فيها انه هو مأمنهم مكان ليخزنه حمولة الباخرة اللي هي ذات مواصفات خطرة يعني هو كان بيعرف انه هي ذات مواصفات خطرة اللي هي بنهلالان نيترات الامونيوم بقلهم انه فيكن تعتمدوا جزء من المستوضع المخصص لتخزين المواد الخطرة اللي استقبل حمولة السفينة فكرة اللي انا عم اجرب قرب لك اياها هي انه كل هول المسؤولين هني بجزء منهم في منهم عملوا ويجبون يعني مثلا عبدالحافظ الايسي ما معقولي كمية المرسلات العمالة لكل عالم كيف ما حدا يسأله بس ما حدا رد عليه بس هو شو كان عم يعمل لاحق هذا الامر اكتر ما هو يما لا لا هون بتوقف هون وقت اللي هو يعمل واجبه وما يتحرك بيتحاكم بيتحاكم رئيسه رئيسه مباشرة هو اللي بتحمل المسؤولية هون اذا بانوزع المسؤوليات يعني المسؤولية الاكبر من يتحمل الوزراء المختصين ام الموظفين الكبار ام يلي متابعوا شغلهم من الموظفين الاقل المسؤولية الاكبر اللي بتحملها هو اول شيء اللي مسؤول عن امن المرفق اللي هي المخابرات الضابط اللي كان مستلم امن المرفق هاي دي وحدة بس هو ضابط واحد كلها العهود لا فيه ضابطين فيه ضابط قبله وفيه ضابط المسؤول عنه يعني وقت اللي كان الضابط اللي قبله لانطوان سلوم كان بخابر ادمون فاضل مدير المخابرات انا ذاك ادمون فاضل فهو ومدير المخابرات بيتحمل هاي دي المسؤولية هاي دي وحدة بإثنان القضاء هيئة القضايا هو كلهم يجب يسحبوا على التحقيق هو الأضاة لأنه بكل الكتب اللي انبعتت لقلهم كان عم ينقلهم أنه هيدا المواد ممكن تدمر المرفق وهيدا بتشكل خطر على الأرواح وممكن تفجر وما كانوا عم يردوا على الكتب وما كانوا عم يردوا على الكتب في أغلب الوزراء اللي قطعوا وزراء الأشغال ومن مديرية النقل بري والبحام ينبعت لهيئة القضايا والهيئة القضايا لا على قاضي الأمور المستعجلة ولا على الوزراء بالمرتب الثاني بالمرتب الثالثي عندك مديرية الجمارك وإدارة المرفق إدارة المرفق اللي هي حسنق رايتم مفضيحة حسنق رايتم بيجي بيقلوا نحطوا نيترات أمونيوم يعني هو نيترات الأمونيوم لو مش محطوطين مع هاي كومبيناشن القنبلة اللي معمولة اللي هو برود بان صواعق فتيل تفجير لو ما هيك كانت مصيبة بس إنه محطوطين عملوا كومبيناشن القنبلة وحطوهم هون يعني هول بدون صاعق تيفجرون موجهوا حطولون صاعق مثل كأنه أمنولون الأجواء الملائمة وفوقهم لكل هول الوزراء اللي هني كان يفترض بوقت اللي أنت تيجي عم تبعت هيئة كتاب لهيئة القضايا وهيئة القضايا ما عم ترد عليك بالحد الأدنى وقت اللي توصل لحيط مسدود خيم أنت عارف أنه هول موادها لقات خطرة بتعمل مؤتمر صحفي بتبلغ رأة بتبلغ الحكومة بتعمل فضيحة فيها أنه ما أحد عم يجاوب بس المشكلة أنه كلهم كان عم يتعاطم باستلشاء بفكرة أنه مش رح يبجوا معنى موجودين ومش رح يبجوا علما أنه مسار نيترات الأمونيوم إذا أنت بتلاحق فيه تقرير مثلا لفتني شركة المحامات بارودي حتى بحث مع الكتاب اللي بيعتيته لمصلحة النقل البري والبحري بتحكي فيه عن كل التفجيرات اللي صارت بنيترات الأمونيوم بسنة من من الألف وتسعمية للألفين اللي هني بحول العالم رايح شي ألفين قتيل بتفجيرات يعني مجرد هذا الكتاب مجرد من الواحد يطلع عليه تلقى أيام لازم يهتم ولازم يشوف شو بده يعمل يعني مش مش يرد عليه بلا مبالات أو باستهتار وصلنا للي وصلنا له صح نعم اللي بدي ألك يا بعد هلأ مثلا بمسار التحقيق اللي ماشي نحن ناطرين من المحقق العدلي أنه يستبعي الوزراء ويسألون هذا اللي كنت بيسألت عنه وين صار استدعاء الوزراء صار لنا أسبوعين نسمع أنه أول شي نهار الجمعة كان أول ما وعب تتذكر رجاء للتنين وبعده تنين بجر تنين تقريبا لنهارة يعني هلأ الثلاثة أربعة بيعتقد بيصير قطع شهر على هذا التفجير هذه واحدة اثنين في دعاوة شخصية على فكرة مقدمة من أهالي ضحايا ومقدمة من متضررين ضد المسؤولين عن المرفق وكل من له علاقة بالمرفق من مدراء عامين ووزراء وموظفين داخل المرفق ثلاثة هذا السؤال يجب أن يجاوبنا على المحقق العدلة المحقق العدلة مطالب قدام الرأي العامي خبرنا أمتى يبدو يستجوب الوزراء أمتى ينزل أول وزير الذي عنده نحن استنظرنا أنه أول أسبوع من بعد ما يستلمن لا يستدعيون لحد هلأ ما استدعاههم ما خبرنا ما استئليتهم لأنه حتى باستدعاههم ممكن يخيي بيناتهم حدا يكون بريء بيطلع بيقول أنه هذا عامل واجبه هو استدعاءهم للإستماع لقلون مش استدعاءهم أنه هن حكما متهمين ما خلينا أول شي ينزلوا يشرفوا ينزلوا يدلوا يدلوا يقولوا شو عندهم صح الثلاثة في شي بيبين يعني قطعنا ثلاثة أربعة في شي بيبين من خلال كل المسار وقت لي أنت تلاقي أنه المعلومات طلبوا دات الاتصالات وكل الرسائل الواردي قبل بيومان من التفجير يعني من اثنان لأربعة واربعة وعشرين ساعة بعد التفجير يعني نهار خمسة الاتصالات الواردي داخل لبنان والرسائل اللي بمحيط المرفق وحتى الرسائل اللي واردي من هواتف لبناني موجودين خارج لبنان يعني فرضية أنه يكون فيه عمل تخريبي بعد قائمة بس اللي عم تشوفوا أنت بالتحيات هلأ في بطء بالتحيات يعني لأهلأ المحقق العدلي من وقت اللي استلم لأهلأ مستمع لست عشر واحد فقط بهذا الملف وأنه هذا الملف كتير جدير لأنه تشوف أنت كمية الشهود اللي موجودين هائلة كمية الوثيء اللي فيه يعني المطلوب السرعة لأنه فيه المطلوب السرعة لأنه نحن ما حدا قادر ينطر بدوا يعرف الحقيقة أو لحتى الحقيقة مضية بالسرعة بالآخر مطلوب السرعة تانيا الأبارسة اللي هلأ بعضهم معطوا اللبناني ضوء أخضر لحتى يحققوا مع مالك هذه السفينة لأنه فيه فيه نظرية تاني العلاقة بأنه ممكن يكون فيه اتفاق معين إلوه بشركة تأمين على اعتبار أنه الدولي مثلا وصلت السفينة مع أصحاب البضاعة واللي مشتريين نطروا سنة لحتى يطالبوا فهل كان فيه اتفاق بينهم وبين شركة تأمين أنه وقت اللي تتلف هيدا بيقبضوا هيدا التعويض هيدا الفرضية كمية قائمة ثلاثة حققوا محققية المعلومات باعتقد إجوا من تركيا حققوا مع محمد حنتس اللي هو بالضبط اللي هو هيدا وقتا قلنا أنه طالعين حققوا معه اللي هو هيدا الشخص اللي هو جاب هيدا السفينة شو بيين معه؟ هل عرفت شيء من أجواء التحيات؟ بيين معه أنه هو ما اختار هيدا السفينة هو اختار عدة سفن وقدمها للشركة الأردنية ولها شركة سباكتروم على ما أذكر وهدي نقوا هيدا السفينة لأنه هي عرضة الأقل مين اللي نقوا؟ الشركتين شركة الأردنية وشركة سباكتروم نقوا هيدا السفينة نقوا هيدا السفينة مش هو اللي نققها صح طيب ردوان مرتضى بالختام طبعا عم بيكون عنا محطة أسبوعية معك ضمن هذا البرنامج كل أحد تعطينا خلاصة التحقيقات ووين صارت هذه القضية؟ لأنه فعلا هذه قضية جريمة بحق الناس وبحق اللبنانيين وبحق بيروت وناسا وأهلا وبيوتا وناسا صح نتمنى لأحد المقبل يكون في معطيات لها علاقة بتسريع مسار هذا التحقيق مثل ما أنت طلبت من المحقق العدلي ويكون عنا معلومات أيضا أوضح وأكتر وفي مجموعة وثائق مفروض تعرض الأسبوع المقبل إلى علاقة بهذا الملف لكن نحن موعدين الأسبوع المقبل بمادة دسمي معك إن شاء الله ردوان مرتضى شكرا لألك على هذه الإطلالة الليلة أنا وياك رح نروح بعد الفصل لأعلاني لكواليس ودهاليس وزارة التربية تعرف أديش في يعني بكل وزارة في دهاليس في مغارة علي بابا بكل وزارة وبالتربية في مغارات وبكل مغارة في علي بابا ما ننشوف هلأ ملف الشهادات المزورة وأديك أدي عمين دفعها أعتقد فيه فضايح تانية مفروض بيّن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب سيكون معنا مباشرة بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر